أكد وزير التجارة والصناعة أحمد سمير أن الحكومة تتولي اهتماما كبيرا بالنهوض بصناعة الأثاث باعتبارها من الصناعة كثيفة العمالة التي تتمتع مصر فيها بميزات تنفسية جاء ذلك خلال اجتماع الوزير مع سوزانة تشوندارسكي الممثل الإقلمي لللجنة الاقتصادية للأمم المتحدة لشمال أفريقيا التي أكدت المسؤولة الأممية تحرص اللجنة الاقتصادية على تقديم كافة أشكال الدعم للنهوض بصناعة الأثاث في مصر والبناء على الجهود والنتائج التي حققتها مصر في هذا القطاع بحث الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة محمد عبد الوهاب مع نائب رئيس مجلس إدارة إحدى مجموعات شركات المنتجات الغذائية خطط المجموعة للتوسع في السوق المصرية شهد اللقاء التباحث حول أفضل الأنظمة الاستثمارية التي يمكن تنفيذ مشروعات من خلالها لتحقيق أقصى فائدة للاقتصاد المصرية وأشار عبد الوهاب إلى أن المجموعة تخطط لإضافة خطوط إنتاج جديدة باستثمارات تقدر بنحو 26 مليون دولار وذلك لتعميق تواجدها في قطاع الصناعات الغذائية في مصر بالإضافة إلى استهداف أسواق خارجية جديدة لتصدير منتجاتها نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما يتردد من أنباء بشأن رفض استقبال شحنات المنتجات الزراعية المصرية المصدرة للخارج نتيجة مخالفتها لشروط ومعايير السلامة الصحية وأكد المركز الإعلامي جودة وسلامة كافة المنتجات الزراعية المصرية المصدرة للخارج ومتابقتها للاشتراطات والمعايير الدولية لجودة الصدرات حيث تقضع للفحص والرقابة من قبل الحجر الزراعي المصري من خلال صحب عينات منها وتحليلها بالمعمل المركزي لمتبقيات المبيدات للتأكد من سلامتها ومتبقتها للمواصفات المتبعة عالمياً وإلى أسواق المال حيث أنهت البرصة التعملات على اتفاع جماعي للمؤشرات للجسد الثانية على التوالي مدفوعة بعملات شراء من المتعاملين المصريين وسط دولات مرتفعة اتفع رأس المال سقي بأكثر من 11 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 695 مليار و314 مليون جنيه أما على صعيد المؤشرات فتح مؤشر اي جي اكس لثلاثون عند مستوى 9996 نقطة متفعاً بنسبة 81 من مئة بالمئة ليغلق عند مستوى 10177 نقطة كما فتح مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة اي جي اكس لسبعون متسايل الأوزان عند مستوى 2188 نقطة متفعاً بنسبة 62 من مئة بالمئة ليغلق عند مستوى 223 نقطة فتح مؤشر اي جي اكس 100 متسايل أوزان عند مستوى 3138 نقطة ليصعد بنسبة 82 من مئة بالمئة ليغلق عند مستوى 3204 نقاط إلى أسواق العملات حيث تبانت أسعار العملات أمام الجنيه المصري لسجل الدولار الأمريكي نحو 19 جنيه و18 قرشاً للشراء و19 جنيه و25 قرشاً للبيع أما بالنسبة لسعر اليورو فوصل سعره إلى 19 جنيه وقرشين للشراء و19 جنيه و10 قروش للبيع بالنسبة لسعر الجنيه الاستليني وصل سعره إلى 22 جنيه و3 قروش للشراء و22 جنيه و12 قرشاً للبيع أما عن أسعار العملات العربية وصل سعر الدرهم الإماراتي إلى 5 جنيهات و22 قرشاً للشراء و5 جنيهات و24 قرشاً للبيع بالنسبة لسعر الريال السعودي وصل سعره إلى 5 جنيهات و10 قروش للشراء و5 جنيهات و12 قرشاً للبيع في أسواق المعادن النفيس استقارت أسعار الذهب العالمي لتسجل نحو 1711 دولار للأقية محلياً سجل عيار الذهب 18 نحو 953 جنيه أما بنسبة لعيار 21 فوصل سعره إلى 1110 جنيهات أما عن أيار 24 وصل سعره إلى 1225 جنيه بنسبة للسعر الجنيه الذهب وصل سعره إلى 8880 جنيه في أسواق البترول العالمية أغلقت أسعار النفط مرتفعة حوالي 3% مع اتفاق أعضاء مجموعة أوبيك بلاس على خفض الإنتاج وارتفعت العقود الأجلة لخام القياس العالمي مازيك كرينت بنسبة 92.2% مسجلة نحو 95 دولار و74 سنت للبرميل عند التسوية كما صعد خام غارب تاكسس الوسيط الأمريكي عند التسوية بنسبة 22.2% مسجلة نحو 88 دولار و85 سنت للبرميل كذلك ارتفعت أسعار المزوط العالمي بنسبة 3.16% لتصل إلى 3.69 دولار سنت للتر في المقابل ترجعت أسعار الغاز الطبعي بنسبة 66 من 100% لتسجل نحو 80 دولار و72 سنت لكل مليون واحدة حرارية وفقت أوبك بلس التي تضم الدول الأعضاء في منظمة أوبك وحلفاء آخرين على خفض إنتاج النفط بمنظر 100 ألف برميل يوميا تعزيز الأسعار التي ترجعت بسبب المخاوف من التباطئ الاقتصادي في غضون ذلك قال نائب رئيس الوزراء الروسي أليكساندر نوفاك أن موسكو قررت تعديل حصصها لإنتاج النفط وسط توقعات بين خفاض الناتج الاقتصادي العالمية مشاهدين نهاية هذه الجولة الاقتصادية عودة مرة أخرى المحمد ورغضة لإستكمال ما تبقى من التسعة شكرا لكي فراتي